هذا فيما يخص التصريحات والأحاديث ليلة البارحة تابعنا في ألم وحزن كبير اليوم الأسود للكرة القدم عموماً والرياضة عموماً وأحمد المسيري كان معنا قد تابع ليلة البارحة لأحداث في مصر والدولي المصري ومؤكدنا أن نتألم كثيراً لما يحدث للدولي المصري للعدد الكبير من الوفيات رحمهم الله إن شاء الله أحمد المسيري أيضاً اليوم كان قد تابع آخر الأحداث في القاهرة بهذه الوقفة ثم بعد ذلك بمتابعة أخرى نتابع نظم عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية ورجال الإعلام وقفة احتجاجية على أرواح ضحايا المباراة الدامية التي جمعت بين المصري وضيفي الأهل بمدينة بورسعيد وأودت بحياة 77 مشجعاً ووقوع أكثر من ألف مصاب وندد نجوم الرياضة بتلك الأحداث مؤكدين أن ما حدث يعد نقطة سوداء في تاريخ الرياضة المصرية ومشددين على ضرورة معاقبة الجناة وتقديمهم لمحاكمات عجلة حتى لا تتقرر تلك الأحداث المؤسفة خلال المرحلة المقبلة دي ناكسة دي زي 67 بالظبط دي بالظبط ناكسة لنا كلنا والشعب كله والناس دي مأجورين الناس دي مأجورة وأصدى هذا الكلام ناس مش عايزة مصر تستقر ومش عايزة سعب ينعم بحرية أحداث مؤسفة يعني طبعا يعني طبعا كلها اللماءات مصري مش حد غريب يعني فمفوض يبقى ما بفيش تعصب بالشكل دوت يعني مفوض أمور تيه ده وده أنا ممكن الكلام ده أنا قلته من فترة كبيرة جدا أنه فيه تعصب سياسي في مصر احنا رفضين الإرهاب الرياضي رفضين الخارج للسروق الرياضية عاوزين نلعب رياضة فيها منافسة بدون خروج عن الشرعية الرياضية احنا شايفين النهاردة فيه ناس ماتت بسبب التهاون في قرارات مجلس دارة اتحاد الكورة وبسبب تهاون محافظ بورسعيد ومدير أن بورسعيد والناس الزباطي الموجودة داخل الملعب ردود الأفعال توالت في مصر وخارجها عقب تلك الأحداث حيث قررت إدارة الزمالك تجميد النشاط الكوروي كما تقدمت إدارة النادي المصري والجهاز الفني بقيادة التوأم حسن باستقالات جماعية فيما وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم ما حدث بأنه يوم أسود في تاريخ اللعبة بينما قرر الاتحاد الإفريقي إعلان حالة الحداد والوقوف دقيقة على أرواح الضحايا قبل المباريات المتبقية من بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا بغنية الاستوائية والجابون جراء تلك الأحداث فيما وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم ما حدث بأنه يوم أسود في تاريخ اللعبة بينما قرر الاتحاد الإفريقي إعلان حالة الحداد والوقوف دقيقة على أرواح الضحايا قبل المباريات المتبقية من بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا بغنية الاستويات والجابون جراء تلك الأحداث لدي ربنا سهداء إن شاء الله وصبر أهليهم أهم حاجة دي أهم حاجة في الموضوع كله لأن الموضوع صعب موضوع صعب جدا لما رتوح أخوك أو ابنك أو صاحبك رايح تفرج على مطشوك وانت قاعد في بيتك يعني بعيد عنه كذا كم كيلو وكم ساعة وما انتش عارف عنه حاجة مش عارف توصل له مش عارف توصل إذا كان عايش ولا ميت ولا جالك خبر لك وهو ميت يعني هستقبل الموضوع ازاي طبعا يعني الأحداث كلها دي يعني مصرين كلهم زعلانين طبعا واللي بيحصل ده مش مش حاجة أدمية يعني ربنا يتولون برحمته وحسب الله ونعم الوكيل في كل إيدي تمدت على ألترس أهلاوي وكلنا بشر يا جماعة وإحنا في الظروف صعبة إحنا في الظروف أصعب من اللي إحنا فيها مش نعصين حملة تانية على البلد وربنا يسترعى البلد يعني الفترة الجاية إن شاء الله ربنا يصبر أهل الناس للناس اللي هي ماتت ربنا يتولون برحمته ولازم بس لازم نعرف مين السبب إذا كان برسائي كلها طالع بتقول إنهم مش هم مال مين ده اللي استقلوا نزل فربنا يعني ربنا يتولى الناس اللي ماتت دي برحمته وربنا يسترعى في اللي جاية إن شاء الله لأن حرام اللي بيحصل في مصر يعني انت تحس ان انت مش في مصر اللي بيحصل ده مش في مصر اللافت أن الملعب المصرية بعد صورة الخامس والعشرين قد شهدت العديد من حوادث اجتياح الجماهير للملعب إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها حالات وفيات وبأعداد كبيرة لبرنامج الملعب أحمد المسيري القاهرة شكرا للزميل أحمد المسيري يوم أسود يوم حزين يوم غير متوقع لا يمكن أن ينسى كل هذه تطلق لأن الرياضة لم تكن في يوم من الأيام بمثل هذه المشاهد طبعا أنه شيء الواحد يترحم على اللي يتوفوا الله يرحمهم إن شاء الله وصبر أهلهم ويشفي فيهم كميات المصابين حقيقة أول شيء أنا أتفاجأ في وضعية ملعب بورسعيد والأحداث اللي صارت في مصر والفراغ اللي أنا أعرفه في مصر الفراغ اللي سواء أمني أو سياسي أو سما ما سميته كيف ما كان هناك حماية تتصدى لمن عنده نية شغب أو نية بحث عن مشاكل بما شفناه أنا مستغر بالحماية للملعب هذه أنها كانت ضعيفة جدا صراحة أبو خالد وتفاجأت أنا والله أول ما سميت الخبر أنا فكرت أنه مزحة فكرت مدرج طائح 77 نعم مدرج طائح طيب لكنه تصير بين أخوان في مصر وهذا صراحة ما يمس الرياضة بصلة الرياضة هي تنفيذ هي تنافس هي حب لكن اللي شفناه لأسف طيب عثمان أبو بكر مالي إذا ممكن تعليق سريع أولا يعني أقول إن لله وإن إليه راجعون ندعو الله أن يتغمد الفقداء الإخوان في مصر وأن يجعلهم يكتبهم من الشهداء وأن يعني يغفر لهم ويلهم زويهم الصبر والسلوان في الواقع الحقيقة أنا أعتقد أن الرياضة كانت ضحية يعني ما حصل في الواقع ليس أمر رياضيا إنما الرياضة ربما الرياضيون في أستاذ برسعيد كانوا ضحايا لأجندة غير رياضية في الواقع تسببت في حصول هذه الكارثة هي كارثة إنسانية كارثة تاريخية أنا أعتقد أن هذه أكبر حاجسة رياضية تحصل في التاريخ حسب معلوماتي صحيح وبالتالي ليس في مصر وليس في العالم العربي أو في إفريقيا إنما وفي التاريخ عدد الضحايا أصبح الحرب الاحتكان الرياضي هل ممكن يؤدي إلى مثل هذه المسألة؟ إطلاقا في الواقع الاحتكان الرياضي لا يصل إلى هذه الدرجة هذه كارثة يعني ضحايا أشبه بضحايا حرب قائمة بين دولتين وليس ضحايا حادثة عادية أو كارثة في أستاذ الرياضي الاحتكان الرياضي مهما وصل يصل إلى درجة معينة يقف عند الشتائم يقف عند رفع اللافتات يقف عند أعداد تنزل الملعب احتكاف وبالتالي يتم الفصل بأسهل وأسرع ما يمكن زي ما قلت أنا أعتقد أن الرياضة كانت ضحية لأجندة غير رياضية في الشارع المصري والمشهد الذي تشهد الدولة الشقيق نأمل أن تنتهي كل هذه الأمور في النهاية يفترض أن نتأمل كثيرا كيف هذه الأحداث تسير ونأخذ العظام والعبرة من كل ما يدور تسير الرياضي